عقدت وزارة الموارد المائية والري اجتماعاً لاستعراض موقف المشروعات المائية الجاري تنفيذها بمحافظات الوجه القبلي وفي بيان لها أكدت الوزارة على بذل الدولة المصرية جهوداً ضخمة في مختلف المحافظات بجمهورية وخاصة محافظات الوجه القبلي وذلك في إطار رؤية شاملة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين وأوضح البيان أن مشروعات الموارد المائية والري تقع في قلب المشروعات التنموية الجاري تنفيذها حالياً مشيراً إلى تنفيذ أعمال تأهيل طرع بأطوال تصل إلى 2470 كم بتكلفة تصل إلى 8 مليارات و600 مليون جنيه بمحافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمينيا وأسيوط وسهاج وقنى وأسوان ترجمة نانسي قنقر